السيدة مفريدة تفضل؟ باك يا سيخة عمر عامل ايه؟ الحمد لله يعني ممكن بس اسأل حضرتك سؤال معلومة؟ اه طبعا تفضلي الناس يعني احن لما حد بيبقى زعلان من حد بيقوله ده سامح وربنا بيسامح هو معنى انه هو كده بيقارن رفع الصحة للعظيم مثلا بربنا؟ بيقوله ايه؟ بيقوله ما تسامح ده ربنا بيسامح؟ او فهو دلوقتي انت عايزة تقولي انه كده كأنه بيقارن مسامحته ومسامحة ربنا؟ ايوة طيب ده سؤالك او لا ده هو بس انا بسميه دايما ده استدرار العطف بطريقة قد لا تكون مناسبة في كل وقع يعني بتبقى مناسبة في بعض الاحيين انه هو يقوله ايه؟ انه هو يدعوه الى المسامحة تخلقا بفعل الله اه ده حلو ده يعني لو بيقوله ايه؟ سامح الله سبحانه وتعالى الملك يسامح العب وكأنه بيقوله ايه؟ يا اخي تخلق بفعل الله انه هو العفو والمسامحة وده وتورد في القرآن هكده يعني هتسامح عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك كمان ده السؤال التاني ايه ده السؤال الاولاني السؤال التاني اه في ناس مش متزمدة دينيا لا ملتزمة التزام اللي هو السم والصلة تمام؟ ليه بقى ما بيعملوش بصلة الرحمة؟ يعني بيجعلنين مثلا من قرائب بيجعلنين من بعض وما بيعملوش بصلة الرحمة؟ طيب يعني انت بتقولي يعني انت بتقولي دلوقتي ان في ناس بيلتزموا ومع التزامهم ده بيقطعوا سلطة الرحم ده بيبقى اعقابه ايه مثلا او ده بيبقى ولا حاجة ولا حاجة هيقابه ان هو يقاطع لسلطة الرحم وربنا توعد اللي بيقطع سلطة الرحم ان ربنا بيقطعه يبقى مش هيشوف برك يبقى هيحس بضنك هيحس بأذى هيحس بان هو بعيد عن البركة فلذلك انت لازم الشخص اللي بيعمل كده لازم ياخد مدد من العبادة على نفسه الامرة بالسوق لازم تحس ان العبادة دي ربنا جايبها عشان تنتقل الى انك انت مع الله وان ربنا يمدك وان ربنا لا يتركك وان ربنا يحب من يقبل عليه من عبادي ولذلك انت لازم تعمل كده ولازم تتقدم ولازم تكون في رضا الله ولازم تكون في معية الله سبحانه وتعالى وده مش هيحصل غير لما تصل من امر الله بي ان يوصل اللي وايه بقى رسالة الرحم وعشان كده لو كنت من اهل الدين ومن اهل محبة رب العالمين عليك ان تصع ان تصل من امرك الله سبحانه وتعالى ان تصله لتكون لتدخل على رحمة رب العالمين يا رب اجعلنا يا رب دوما من اهل صلة الارحام ومن اهل البركة ومن اهل النور واجعل قلوبنا لينة واجعل عبادتنا تفتح لنا بابا على رؤية جمالك يا رب العالمين واصرف عنا اذى انفسنا واجعل حجابا من نورك بيننا وبين انفسنا واجعلنا من المنتقين واجعلنا من الأبرار وانشر في قلوبنا الأنوار لنرى جمالك يا غفار ونسير خلف النبي المختار بمدد من نورك وتفتح لنا كل الأسرار التي بها نبقى في حضرتك حضرة الرحمة والخير والجمال ليل نهار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اقبلنا على الدوام في كل وقت وحي اشتركوا في القناة